السلام عليكم ورحمة الله معكم الباشمانس علي رسمي وهنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله على الـ Password Level في HMI ده برنامج بسيط لربط HMI بالإنفيرتر في اكتر من بيزي سكرين زي برامتر 1 وبرامتر 2 اللي بقدر من خلالهم اغير فقيمة البرامترات في الإنفيرتر زي برامتر 0 اللي هو التركبوست ومكسيموم فريقونسي والمينيمام فريقونسي والباس فريقونسي والباسي سكرين بتاع برامتر 2 والباسي سكرين بتاع الجرافيك اللي اقدر اشوف منه الجرافيك بتاع الاوبوت فريقونسي والاوبوت كارانت ولو فيه الارما اللي مفيش والمونوترينج اللي اقدر اعمل منه زي ما قلبت دلوقتي انا بقدر اتنقل من شاشة لشاشة من غير اي قيول قدامي المطلوب هنا ان نعمل باسورد لكل الليفل يعني برامتر 1 وبرامتر 2 اخليها خاصة بالمهندسين بباسورد خاص الواحده والمونتر والجرافيك اللي اخلىها للفنيين بباسورد الواحده انا هنعملها ازاي اخلت السيميوليشن وهروح للسكرين بروبيرتز الخاصة بكل بيز سكرين انا عاوز اقسم السكورتي لليفلين ليفل للفني وده هيبال ليفل 1 وليفل للمهندس وده هيبال ليفل 2 هخلي المونيترينج لليفل واحد هو اما بالنسبة لبرامتر 1 وبرامتر 2 فدي عشان السكورتي بتاعها تبقى عالية شوية محدش يقدر يخش عليها هخليها لبل 2 ونفس الامر مع برامتر 2 تماما دلوقتي اقدر اروح للسيستم واختار منه سكورتي هلاقي ان فيه تلات حاجات الديفولت بتاعه على النم اللي هو ما فيش اي باسورد والليفل وده اللي انا هنستخدمه في الفيديو ده والاوبريتور ده لو انا محتاج ادخل الاوبريتور نيم والباسورد انا هنا مستخدم الليفل هحدد الريجستر اللي انا شغال عليه على البي اللي سي اللي هيحفظ لي الباسورد واللقو منه هقدر اختار الليفل بتاعي هيختاره هنا دي مية كمثال نرجع فتاحها ثاني انا شغال على لبل واحد ولبل اتنين هدي الليب الواحد باسورد اربع وحايد والليبل اتنين اربع اتنينات واروح نجرب كده لو انا هحط باسورد ليبل واحد على شاشة انا اعمل لها باسورد ليبل تو هل تفتح ولا لا هنفتح نفتح بقى المونيتر نجرب عشان انا دخلت الباسورد الصح نفتح برامتر تو هيطلب الباسورد بتاعها اللي هو اربع اتنينات نفتح وفتحنا دلوقتين اتمنى يكون الفيديو بسيط ومفيد واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات جاية